المشاهدون الكرام أهلا ومرحبا بكم نلتقيكم في هذه اللقاءات التي نجريها معكم عبر عدسة كاميرا قناة عدن الفضاء ونحن هنا في محافظة لحج يعقد المكتب التنفيذي اجتماعه الثامن وذلك مع نهاية هذا العام 2022 وذلك لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الزراعة والرأي وثروة السمكية وكذا أيضا لمعهد الفن والتدريب المهني لمناقشة التقرير السنوي عن ما تم عمله وأيضا النشاطات وكل ما يعيق عملهم تم مناقشته بحضور محافظ المحافظة سيادة اللواء أحمد عبدالله التركي محافظة المحافظة رئيس المجلس المحلي رئيس المكتب التنفيذي وبكافة العضوة ومع الوكيل أيضا الأستاذ صالح البكري وكيل المحافظة ومع كل من حضر للمشاركة وأيضا بإيداء الآراء وأيضا الإضاحات والملاحظات في هذا المكتب التنفيذي تعالوا بنا نتابعوا إياكم مجرية هذه اللقاءة الميدانية التي رصدناها لكم عبر عدسة كاميرا قناة عدد الفضائية ومع على هامش هذه اللقاءات التي أجريناها على هامش الاجتماع للمكتب التنفيذي هنا في المحافظة اللحجة سيدة اللواء اليوم اجتمعتم الاجتماع الثامن هذا المكتب التنفيذي عن مدى تمخب بسم الله الرحمن الرحيم والمرحب بالأخوة في قناة عدن نحن طبعا اليوم اجتماعنا الاجتماع السنوي الأخير للمكتب التنفيذي والذي بدنا نعكشنا فيه تقرير الزراعة وتقارير الشؤون الفنية وكذلك تطرقنا إلى التقرير السنوي الذي نعقده خلال هذه الخمسة يوم لمناقشة التقرير السنوي لكل المكاتب التنفيذي والمكاتب الإلادية لحصيلة الإلادات وكذلك الأعمال التي نفذوها نظراء المكاتب التنفيذي والمديريات بشكل عام وصراحة نحن نعتبر المكاتب التنفيذي دائما ينفذ دوراته الاعتيادية كل شهر بشهره وبدون تأخير أو اتكال للشهر آخر كل المكاتب التنفيذي أغلب المكاتب التنفيذي قدمت تقاريرها الاعتيادية المطلوبة حسب الخطة الموجودة عندنا في السكرتارية طبعاً في 2023 نحن إن شاء الله ستكون في ملاحظة كثيرة وضعناها للسكرتارية سيتم التعامل بها إن شاء الله السيد صالح وأنتم اليوم عقدتم هذا الاجتماع للمكتب التنفيذي الاجتماع الثامن عن ماذا تمخض؟ الصراحة يعني طبعاً نحن عقدنا هذا الاجتماع يعني ودائماً الاجتماعات مثل الاجتماع ويعني إن شاء الله العمور ستكون طيبة إلا أنه في بعض يعني هناك من العرقلات وخاصة فيما يخص الأراضي والأراضي طبعاً هي شاهكة يعني منذ 1994 وخاصة الأراضي الزراعية الأراضي الزراعية يعني أعطيناهم أكثر من توقيع أنه عدم العمل في الجانب الزراعي والتوسع في الجانب السكاني يعني بحيث أن الزراعة يعني مهمة ضروري جداً ولهذا إن شاء الله بيكون هناك في توجيهات جديدة يعني تصدر يعني خلال العمورين بالنسبة للجانب الزراعي إن شاء الله شكراً لكم ولزيارتكم إلى عندنا المحافظة وأنتم دائماً يعني سبقون يعني ولكم تحياتي وشكري اليوم تناول الاجتماع تمخض حول التغيير السنوي لمكتب الزراعة والرأي وثروة السمكية ناقشتم مجمل القضايا ناقشتم كافة المحاور التي تتعلق في الخطة السنوية تغيير السنوي المكتب الزراعة ماذا عن ذلك أستاذ المهندس عبد الملك تفضل شكراً جزيلاً لإتاحة لنا هذه الفرصة للتحدث عبر قناة سعادن طبعاً اليوم عقد المكتب التنفيذي اجتماعه وطلبوا مننا التغيير السنوي عن إنجازنا لعام 2022 تم استعراض كل المحاور في مجال الإرشاد الزراعي مجال الوقاية مجال الري وكل أنشطة والمنظمات الدعمة لمكتب الزراعة والري في محافظة لاحق واشتغلنا خلال العام الماضي أو خلال هذا العام اللي لازمنا فيه إلى يومنا هذا أنشطة عديدة في مجال الدفاع عن الأراضي الزراعية في مجال تقديم شباكات الرأي في مجال تقديم طاقة الشمسية لبعض المزارعين وهناك أعمال كثيرة منها تقديم أيضاً ثروة حيوانية وأنشطة عديدة أخرى نحن الآن نتحدث معك الآن وكثير من المهندسين يعقدون دورات ترديبية في مجال الإرشاد الزراعي وتم تشكيل فرق أخرى للتوعية بين المزارعين لموضوع القراد طبعاً لدينا قطة قادمة سننفذها خلال عام 2013 ولكن نحن نطلب من قيادة السلطة المحلي في المحافظة وقيادة وزار الزراع مثلاً بالأخوين سالم عبدالسغطري واللواء سالم عبدالسغطري وزير الزراع والري والثروة السمكية واللواء الركن أحمد عبدالتركي أن يولوا موضوع قطاع الزراع اهتمام خاص وذلك نحن على المتغيرات الآن نحن نلاحظ بدأت هطول الأمطار في هذه المناخ بدأت في المتغير ونحن نتوقع من هطول الأمطار كثيرة ونتوقع أن لا قد ترى أن نواجه كوارث في السيول ونحن ليس لدينا إمكانية لمقابلة هذا الوضع وعليه كون موازنة مكتب الزراع لا يزيد موازنة عن 400 ألف ريال في شهر موازنة تشغيلية اعتمادات كل شيء وهذا لا تفي بأي شيء وعليه نطالب قيادة المكتب التنفيذي والوزارة أن يعملوا على دعمنا ومساعدتنا في الاستعداد الموسم السيول الغرب نحن نطالب اليوم المكتب التنفيذي بمسألة الإعاقات التي نواجهها من قبل صندوق النظافة إضافة الطرقات والأشغال العامة التي يقومون بكب النفايات في قنوات الري في دلتة تبن في الوادين نحن قمنا خلال العام ناضي بتصفية قنوات الري بعشرات الملايين بنعم من سيادة الوزير سان عروسو خطري والمنظمات الدعمة وكذا سيادة المهابضة ولكن للأسف الشديد نحن خلال الأسبوع الماضي تقدمنا ببلاغات للجهات الأم في مدير التبن ولكن لن يحرق ساكن حتى اللحظة لإزالة ما تم شكبه من نفايات داخل قنوات الري في مدير التبن نحن اليوم نأمل من قيادة المكتب التنفيذي برأس الأخ لوار ركنس أحمد عبلا التركوي أن يتخذوا قرار بإلزام هذه الجهات التي قامت بكبس نفايات في قنوات الري عليهم رفعها ما لم نحن غير مسؤولين عن عدم وصول السيول إلى الأرض الزراعية في دلتة تبن نتمنى أن يكون هناك قرار حاسم سيد اليوم تمخذ الاجتماع حولك ذلك أيضا مناقشة لعودة مرة أخرى من جديد لمصنع الفيوشكان السابق لمصنع الطماطم وذلك من أجل الاستفادة من الطماطم وزروع الطماطم نعم نحن ناقشنا هذا الأمر مع الأستاذ البدن الملك ناقي عويد وكيل وزارة الصناعة ووزير وكيل وزارة الزراعة والمدير العام طبعا مكتب الزراعة في محاولة لاحق وقمنا بناقشة هذا العمل برضو مع وزارة الصناعة والتقارم الثلاثة مع الوزير بإعطاء هذا الصارح الاقتصادي يعني اختصاص عام ويعني أفضل عمله السابق سيتم يعني يطرح هذا الموضوع برضو مع معالي الألخ المحافظ بربحث على دعم من أي مكان يعني من حتى مستثمرين أو أي تقار عيدة هذا المصنع إلى وضعه الطبيعي إن شاء الله تكلم برضو أعادل عن حماية السلاحف حماية السلاحف هي منطبة خور عميرة تعتبر هي السلاحف النادرة موجودة خلال الدراسات التي تمت في خور عميرة أوضحت أن هناك في أربع أنواع من السلاحف اللي هي السلاحف الخضراء السلاحف كبيرة الرأس سغرية المنغار وأيضا السلاحف الزتونية تتعرض هذه السلاحف إلى الذبح والاعتداء من قبل بعض المغارقة بعض المغارقة وبعض المغارقة وبعض قطع من أبناء المنطقة بحقية أنه تدني في الوضع المعيشي وما بالشغل والبطالة وكذا لكن نحن برضو جاندين إلى نزول إلى هذه المنطقة وانتقينا بالشخصية الاجتماعية وفي أطار أيضا تشكيل جمعية لحماية الحياة الفطرية وحماية السلاحف في منطقة خور عميرة بمشاركة من السلطة المحلية وأيضا من العيان وشيوخ ومدير مدينية في المدينية دكتور أنتم اليوم شاركتم في المكتب التنفيذي لاجتماع بجميع المكاتب التنفيذية هنا في الاجتماع السنوي في محافظة لحج عن ماذا تمخذ هذا الاجتماع الذي نقش لمكتب الزراعة والرأي في محافظة لحج وكذا أيضا للتقرير السنوي لمكتب المعهد الفني والتدريب المهني شكرا جزيلا أولا عن الاستضافة وصبحكم الله بالخير والعافية في حقيقة الأمر عندما نتحدث عن الزراعة في لحج ونحن نتحدث عن مكتب رائد من مكاتب التنفيذية بمحافظة لحج وعلى رأسه وكيل وزارة الزراعة الأستاذ عبد الملك ناجي أقول هذا الاجتماع أساسا سوف تكون له مردودات إيجابية في المستقبل خاصة أن الزراعة هي عصب الحياة في محافظة لحج لحج تاريخيا عرفت بأنها هبت وادي توبن مثلما مصر هبت وادي النيل ولذلك الزراعة تعرضت لمخاطر كثيرة جدا أشار إليها التقرير في نفس الوقت في نفس الوقت يعني وضع معالجات على اعتبار أن الأخ عبد الملك رجل حصيف ورجل له خبرة واسعة في هذا المجال لكن الأمر يحتاج إلى علاج جماعي على مستوى الدولة ككل أن تكون هناك استراتيجية لزراعة في لحج أنا ما يهمني أن هذا التقرير استند إلى كل النشاطات التي تمت في العام الذي يوشك أن ينتهي قريبا نعم لكن ما يهمنا هو أن نصرخ في وجه الدولة والحكومة والمنظمات العاملة أن تسارع إلى إنقاذ التربة في لحج إلى إنقاذ الزراعة الزراعة تقلصت كثيرا هناك زحف عمراني السمنت وخرسانة وحديد على الأماكن التي كانت هي مناطق زراعية بالمقمل وكان اعتماد الناس ربما لألاف السنين على هذه الزراعة للأمن الغدائي الآن نحن مهددين بسبب المخاطر العالمية وبسبب أيضا ما يحدث في بلادنا من عدم الاهتمام بالزراعة من زحف العمارات طمس فعلا وأنا لا ألوم المواطن المواطن المصف عندما يجب أن يبيع أي شيء من أقل أن يبقى على قيد الحياة لكن هذه مهمة الدولة تحديدا أن تبادر إلى إنقاذ الزراعة إنقاذ التربة تقنين المياه كل هذه رفع البناء الخرساني وغيرها من الأودية ومسارب السيول لأن هذا يعرضنا لكارثة في المستقبل أنا فقط أريد أن أرفع هذا الصوت إلى كل من يهمه الأمر لإنقاذ الزراع عن طريق إنقاذ التربة وإنقاذ الأرض الزراعية نفسها دكتور مرحبا بك عبر قناة عدد الفضائية أنتم اليوم تشاركتم لجميع المكاتب التنفيذية للمكتب الاجتماع المكتب التنفيذي عضاء المكتب التنفيذي كاملا لمناقشة التقرير السنوي للزراع والري وكذا أيضا للمعاهد المهني والفني عن مدى تمخض تمخض الاجتماع اليوم طبعا الدورة الثامنة للمكتب التنفيذي وهي الدورة القتامية للعام 2023 طبعا تم مناقشة تقرير وزارة إدارة الزراعة والريوة الثلاثة المكية والتعليم الفني واتخذت كثير من القرارات في المكتب التنفيذي منها يعني أو مناقشة تم المشاريع المتعثرة وكثير من الأمور الخاصة بتدخلات كثير من منظمات والحمد لله تم اتخاذ قرارات فيها من قبل الجميع بالإجماع بأهم الصعوبات ومعالجتها ومتابعة هذه المعالجات إن شاء الله في الدورة القادمة ومدى تنفيذها الأمور كثيرة طبعا تم مناقشتها برضو مناقشت الحفر العشوائي للآبار والحمد لله تم اخذ الاجتماع عن موافقة الجميع باتخاذ القرار المحافظة المحافظة بإجماع على أساس تنفيذ ومتابعة ومحاسبة كثير المقلين بالبسطة العشوائي على الأراضي وإن شاء الله ستناقش النتائج في الاجتماع القادم بداية في محافظة لاحق بداية مرحبا بك أستاذ أنوار وأنتم اليوم تشاركون في العقاد المكتب التنفيذي لتقارير السنوي الذي سيناقش جملة من القضايا التقارير السنوي لوزارة الزراعة والرأي وإيضا للمعهد المهني والفني كذلك ماذا عن الاجتماع الذي سوف يناقش؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا أن هذه الاجتماعات دورية تتم في المحافظة وهذه من الأشياء طبعا من الحاجات الأساسية التي تتعامل به المكتب التنفيذي والسلطة المحلية في المحافظة هذه الاجتماعات تبين مدى الإنجازات واللفقات التي تحدث في بعض المرافق بالنسبة لنحن كمياه ريف طبعا نحن بالنسبة للتقارير السنوي قد تمع رفع بشكل عام في الجمهورية بشكل عام على مستوى حوالي 12 محافظة بما فيها جزيرة سغطرة والمحافظة مارب والجوف وهذه المناطق والحمد لله بالنسبة للأنشطة التي حوالي في هذه السنة نفدها في بعض المحافظات بشكل عام في الجمهورية تقريبا حوالي قريب إلى 30 مليون دولار تقريبا في المحافظة بشكل عام طبعا البرنامج الاستثماري هو موقف لكن من خلال المنظمات الدولية والمانحة نعمل على مساعدة وتحسين خدمة المياه في المناطق الريفية خاصة خاصة أن نريك نشكل تقريبا 70% من سكان الجمهورية طبعا هناك بعض المعاوغات كثيرة المعاوغات التي كانت من الأهم أن عدم وجود برنامج استثماري للجمهورية الأمر الذي أدى إلى الاتكال على عمل المنظمات الدولية والمانحة هذه هم الأمور التي يعني هذا وإن شاء الله بالنسبة لمسأة الزراعة طبعا تعرفون أن هناك فيه تناغم بين الزراعة ومياه الشروب هناك فيه نوع من بعض الأحيان الأراضي الزراعية التي تتحول إلى استخدامها كسكن أو كعمران فهذه طبعا تأثر على الأراضي الزراعية وبالتالي على الأمن الغذائي في الجمهورية أستاذ جمل وأنتم اليوم تناقشون تقرير السنوي للمكتب التنفيذي في محافظة تلاحج ماذا عندك؟ طبعا موضوع اليس يناقش اليوم في اجتماع المكتب التنفيذي وحول تقارير عن مكتب الزراعة والريف المحافظة وكذا تقارير المعهد الفنية والتدريب المهني طبعا كلنا يعرف محافظة تلاحج بأنها منطقة زراعية وذات أهمية كبيرة وقل عبناها يعتمدون على الزراعة هذه المحافظة ترامية الأطراف تمثل العمق الاستراتيجي لمحافظة عدن من حيث كانت تمويل محافظة عدن بالفواكه والخضروات خلال الفترة الماضية ولكن حاليا نرى أن هناك توسع عمراني على حساب الرقعة الزراعية طبعا وتم تشكيل لقنا من محافظة مشكورة بعمل حصر المواضع الذي تم بناء العمراني في إطار المناطق الزراعية خاصة في مديرية الحوطة وفي مديرية توبن نحن أيضا توجد لدينا كلية الزراع في المحافظة وهي تمثل أيضا صارح علمي كبير ويجب الاهتمام بهذه الكلية لأجل رفض المحافظة بالكوادر الزراعية والمهندسين وقد تم رفض المحافظة من سابق بعدد من الكوادر الزراعية والذي ساهمت في عملية تحسين الزراعة في المحافظة هذه المحافظة نرقو أن يتم النظر إليها بعين الاعتبار وتنفيذ مشاريع تخدم الزراعة في هذه المحافظة وأنتم اليوم تشاركون في نعقاد المكتب التنفيذي لأعمال اجتماعي لناقش التقرير السنوي الذي سيتم إنجازه وإستضاحه حول ما تم يعني من مشاريع ومن كل أنشطتنا للتقرير السنوي للوزارة الزراعة والرأي وثروة السماكية كده أيضا سيناقش لمكتب المعهد المهني وتقني هنا في محافظة لحج مدعا بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سوف يتم مشاركة التقرير السنوي لمكتب الزراعة والرأي وثروة السماكية المدير التنفيذي أو الوكيل لوزارة الزراعة وهو عبد الملك اليوم التقرير بيكون لأهمية كبيرة في محافظة لحج وهي عن السدود وعن الزراعات النشاط الذي تقوم فيه المنظمات من دعم للمشاريع الزراعية كما أنه في مشاريع لابد يتم يعني الطرحة في عين الاعتبار وهي مشاريع زراعية مثل الطماطم لأن المحافظة تفتقر من هذه المشاريع التي هي أمس الحاجة لها في وقتنا الحالي حيث لا يتم دعم المجارعين بالنسبة لهم من أي نشاط زراعي وهو مثل الطماطم في موسم الطماطم يتم بيع السلة مش حتى بثلاثة ألف ريال وهذا نحن نتمنى من الدولة ونتمنى من قيادة السلطة المحلية في المحافظة في دعم واستعادة مصنع انتاق الطماطم اللي هو الواقع في منطقة الفيوش أيوة في عندنا مشروع برضو استثماري بتكلفت مشروع طماطم هذا المشروع الطماطم موجود الآن حاليا باسم معمر السالمي وهو مصنع انتاق الطماطم في منطقة الرباط وهذا المشروع سوف يوفر أكثر من 150 ميل هذا المشروع عنده شوية معوقات اللي هي عدم دخول الأجانب لتركيب الآلات والمعدات يكون هذا المشروع قد استورد جميع الآلات والمعدات في المصنع ونتمنى من السلطة والمحلية في تسهيل له بدخول الأجانب لتركيب الآلات والمعدات بداية مرحبا بك عبر قناة عدد الفضائية وأنتم اليوم تشاركون في المكتب التنفيدي بكافة مكاتبه لانعقادة يعني لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الزراعة والتجارة لوزارة الزراعة وكذا أيضا ثروة السمكية لمناقشة التقرير السنوي وكذا أيضا للمعاهد الفني والمهني ماذا عن ذلك؟ بالبداية أشكركم وإن شاء ترحبكم في محافظة التلعق الموضوع اليومي للاجتماع هو على موضوع المقشة التقرير السنوي لمكتب الزراعة والذي لاحظنا فيه كل شيء جيد وكل شيء ممتاز الذي يخدم الزراعة ويخدم الفلاحي في محافظة التلعق بداية مرحبا بك عبر قناة عدد الفضائية اليوم أنتم تشاركون لاجتماع المكتب التنفيدي هنا الذي عقد وذلك المناقشة التقرير السنوي ماذا عن هذا لكم الاجتماع؟ مناقشة معظم قضايا المكاتب العامة في المحافظة تمام ويقعد حلول لها ومعاليقات لها مع الأخ المحافظ محافظ محمد تلحج الواح من العضوات التركي وإنهاء الأمور المشاكل والخلافات الموجودة أستاذ أنيسو أنتم تشاركون اليوم للمكتب التنفيدي بشكل عام بكافة مكاتبه في محافظة لحج عن التقرير السنوي الذي سيناقش فيه ماذا عن ذلك؟ نحن نناقش اليوم مكتب الزراعة في محافظة لحج وبالتقرير إن شاء الله بالناقش المواضيع التي مدركها في قدوة العمال ومشوف أسباب عديدة من ناحية الزراعة وضعف الزراعة في لاحق وامتيازات الزراعة في لاحق وحاجات أخرى يعني ممكن نناقشها في الموضوع وبالنسبة للضرائب للمزارع الأسمدة وغيرها؟ هي بالنسبة للزراعة أغلب 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 الأوعية الضريبية في الزراعة هي معفية لكن في بالنسبة للتقار المستوردين هذا يتحصل الضريبة من عندهم يتحصل كامل الأوعية الضريبية مشاهدنا هنا نصل وأيكم إلى ختم مجمال اللقاءة التي يجريناها لكم عبر عدسة كاميرا قناة عد الفضية والتي تمحورت حول يعني كافة القضايا والمشاكل التي تعيق مهم يعني عمل وزارة الزراعة والرأي ومكتب الزراعة هنا في محافظة لحج وكذا أيضا من خلال أيضا الأراضي الزراعية وغيرها من الإشكاليات ونتمنى حقيقة كل نجاح وتوفيق للجهات المعنية المسؤولة على الزراعة وكذا أيضا للمعاهد المهنية أن تدل الكافة الصعبة التي تعيق مهم عملهم وأن يكون عام 2023 أكثر نشاطا أكثر مشاريعي إن شاء الله تخطم بالنسبة للزراعة للأمن الغذائي والمعاهد بالنسبة لجميع الطلاب وأيضا لمحافظة لحج بقيادة راعي وبناء المسيرة البناء والتنمية هنا في محافظة لحج سيادة اللواء أحمد عبدالله تركي محافظ المحافظة نشكره على القهود التي يبدلها ليلا مع نهارا وذلك من أجل الارتقاء بمحافظة لحج وبكافة خدماتها وأيضا تحسين مستوى الخدمات لها إذن أيها السادة الكرام أبورك تلكم القهود ونتمنى المزيد ومزيد من النجاحات إن شاء الله لكافة المكاتب التنفيذية هنا في محافظة لحج وكذا أيضا زيادة من اللوعية الإرادية لما يخدم مصلحة المحافظة والوطن بشكل عام وفق الله الجميع لما فيه الخير نلقاكم على خير وعافية في لقاءات قادمة هدي تحايا طاقم العمل مني أنا رواعي اسمت محدثتكم وهدي وإلى اللقاء أستدعكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة